بسم الله الرحمن الرحيم نكمل سلسلة محاضراتنا محاضراتنا اليوم محاضرة العاشرة بعنوال Flow Control Vals هذه تكمله لأنواع الفالس اللي هو Flow Control Vals الصمامات اللي يسيطر على الجريان Learning Objectives هي الأهداف تعليمية من هذه المحاضرة بعض الأهداف The student should be able to explain various functions of Flow Control Vals Exhibit various classification of pressure control valves Describe the working and concentration of various non-compensated Flow Control Vals Differentiate between compensated and non-compensated Flow Control Vals Identify the graphic symbols for various types of Flow Control Vals المقدمة تتكلم عن flow control balls وتطبيقاته وتطبيقات العملية المقدمة تتكلم عن تنظيم أدوات أو المكائن القطع وسرعاتها مقدمة تتكلم عن تنظيم أدوات أو المقدمة تطبيقات العمودية بمقدمة تطبيقات العمودية و الرافعات الشوكية وظائف الflow control balls هي أولاً regulate the speed of linear and rotary actuator يعني تنظيم سرعة السرعة الخطية والدورانية يعني المشغلات الخطية والمشغلات الدورانية المشغلات الخطية اللي هي مثلاً cylinders والدورانية اللي هي الموتوز ونجد velocity of piston اللي ترمز لها في piston متر per second تساوي flow rate in the actuator متر cube per second divided by piston area متر square وتساوي Q divided by area piston والوظيفة الثانية regulate the power available to the sub-circuits by controlling the flow to them الباور بالواب يقول flow rate in meter cube per second into pressure in newton per meter square اللي هو باسكار يعني pressure cut the letter يربز لها الحرف cut the letter تساوي Q في pressure small letter P small letter واني هو pressure او في بعض النسف pressure يكون حرف P ويا رجزة العالة number three proportional divide or regulate the pump flow to various branches of their circuits يعني يقسم سرعة او جريان الباب على عدة افرع من الدائر ويقسم سرعة او جريان الباب على عدة افرع من الدائر ويقسم سرعة او جريان الباب على عدة افرع من الدائر ويقسم سرعة او جريان الباب على عدة افرع من الدائر من الدائر ويقسم السلندر طيب السلندر هي فهذه هو اللود تحمل يعني هذا عبارة عن مثلا قلي أو أي شيء هذا الرمز يرمز إلى خزان 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 ما معنى خزان منفصل هذا رمز الفلتر هذا البومب والموتر هو المحرك للبومب وهذا هو اللي اللي يشغلن هنا علي اللي هو فلو كنترول ضغط هذا الرمز وهذا فلو كنترول ضغط يعني نتغير من غير مقدار الجريان عن طريقة هذا اللي بارع عن مقايص الضغط رمز مقايص الضغط وهذا اللي هو صمام لتقليل البغض أو الصمام لـهو –هو 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 – براشر سيفتي فاو – يعني عند ارتفاع اللقط يرجع إلى أخزان أي عند ارتفاع اللقط يرجع إلى أخزان هي تسمى من خلال القياسات او التجارب تبين ان الكيو سكوير تتداسل طرديا مع دلتا براشر كلما زاد دلتا براشر الكيو تزداد ايضا بشكل تربية الكيو تزداد مع ازدياد دلتا براشر تغير بالضغط تزداد ولكن في حد معين بعد حد معين تبديل تناقص حسب ما نبين بالرامز الكلاسيفيكيشن او لو كنترول ضالبز يصنف الى نوعين وهو نانو براشر كمبانسايتد وبراشر كمبانسايتد نانو براشر كمبانسايتد اللي هو هذا الرسم ماته يعتمد على الستيد اللي هو نيدل موجود او مثل ما سميه برغي وفي رأس البرغي عبارة عن تركيبة معينة عند دخولها الى حيز ملائم لها يغلق الأورفيس المنفذ الذي يؤدي الى الجريان وفي حالات الحالات انه نصف مغلق او مفتوح او مغلق بالكامل هنا مفتح مفتوح بالكامل هنا مغلق بالكامل وهنا نصف مغلق حسب هذا الرمز الموجود حالة الثانية عندما يكون معه يكون الـ Flow Control Valve و الـ Unintegrated Check Valve صمام امان اللي هو صمام بحص ادماء ازداد الضغط في الجانب الايمن يؤدي الى التغلب على قوة السبرنج الموجودة وارجع قسم من السائل وهذا يؤدي او الماعر وهذا يؤدي الى توازن بالضغط حتى لا تتدمر المنظومة هناك نوع اخر وهو Sectional View of a Brushed Compensated in Local Control Valve وهذا يكون التركيبه ماته يكون الجريان كما موضح الجريان يأتي من النقطة اي ويمر بهذا التجويف ويذهب الى النقطة دي مضافة اليه بعض التركيبات الاخرى اللي هي مثلا هذه الـ Spindle الموجودة وهذه الـ Spindle تؤدي الى توازن الضغط عندما يكون الضغط اكثر من اللازم يؤدي الى الضغط هنا على الكمباسيت السبرنج ويؤدي الى تحريكه وتقليل مقدار الجريان من هنا وارجع قسم من السائل عند الدفع من الجانب الاخر الى الجانب الى ارجع الى المعكوس بالتوازن الضغط ولتقليل مقدار جريان السائل عن طريق الـ Pump ويوجد ايضا دريل لاين وهذا الدريل لاين يؤدي الى ارجاع السائل الى Reservoir رمز هذا النوع اللي هو Pressure Compensated Clock Control Vault هو هذا الرمز مافته يعني عندما يجيكم ارسم الرمز في Pressure Compensated Clock Control Vault يكون هذا الرمز اتمعتكم قائمة بالرموز فهذا ما ترميه قائمة فإن حيث persönين يرميه وتفقدينه فهي قطل عليها في في الكلاب فهذا يوجد فقدنا رموز فهذا ما يفعل ايرمز طليل لا يجل وهذا Pressure on Temperature وهذا reduce and temperature و أرى We will check يكون هنا الرمز مارك متر ان سيركيت يعني بالسيركيت أحيانا تسمى متر ان و متر اوت ان سيركيت يكون الميتر ان اللي هو في طريق الداخل الى اللي هو هذا الطريق اللي هو الداخل الى السيلندر او الاكتشويتر اي اكتشويتر يكون هنا بالطريق الدافئ بينما الميتر اوت الطريق الخارج موجودة المنظومة منظومة فلوكاترول فالب مع التشيك فالب هذا الفرض فقط ونفس التركيبات الاخرى وتكون الكو سيلندر تساوي فلوكاترول فالب يعني الجريال اللي مار بالكانترول فالب نفس الجريال اللي مار بالسيلندر وهذا وهذا يوزع اثناء تحريكه ممكن يؤدي الى تحريك البسطن داخل السيلندر من اليمين الى اليسار او من الاسفل الى الاعلى او من الاعلى الى الاسفل نتيجة عكس الاتجاهات اما يكون بشكل عمودي اذا تحرق بهذا الاتجاه سيكون القادم الى الرسيلبور والثاهب يذهب الى السيلندر او بالعكس من طريق الوضع الحالي يؤدي الى تحريك البسطن من جهة اليسار الى اليمين او من جهة الاسفل الى الاعلى او بالعكس وهذا هو الفلتر الذي حتى لا يتضرر نتيجة المواده والشوائب التي تؤدي لا زيادة الاحتكاك ويتحرك بواسطة موتور او موتور او محركات احتراء داخل وهذا هو البرشير يعتبر صمام امان او يعتبر صمام امام للضغط بعدما اختفع الضغط يؤدي الى ارجاع السائد تسمى المتر عند سيركت هذا الامر فقط معكوس يكون عند الخارج عندما يكون جللان خارج من السيلندر وهذا الاتجاه توضع هذه المنظومة ولذلك يسمى متر اوت اما البليد اوف سيركت باستخدام اللي يوضع بها الاله تسيطرة على السائل الذاهب الى الرسير هوه وتسمى البليد اوف اللي هو خارج من المنظومة الى الرسير هوه يعني هنا موجودة نوعاً هنا موجودة نوعاً The circuit bleed off for both direction and bleed off for inlet to the cylinder or motor نأخذ مثال هذا الأمر مثال نمبر 1 الآن انا اضطى 55 mm دائمتر شارف ادت 45 ان تضع في التجربة لتغيير الفلورات اذا تغيير البرشار سيكون 300 كب باسكان و الفلوات البرشار هو 0.9 اجد الفلورات في مطل البرشار الزر س الحال هنا لا نذكر كل شيء موجود بالمحاضرة يعني انه ذكرها فقط علاقة الكيو مع الثلثة برشرة من خلال الامثلة راح تشوفون العلاقات بعد اكمال اشتقاثة او تراجعونها ايضا احد المصادق بمسائل المطالبين انه تراجعون بعض المسائل لانه اذا تجيكم اسئلة فهي تجيكم اما من المحاضرات او من الكتاب المنهج فهنا الكيو يكون قانونها هو هذا بالنسبة للحالة بالنسبة لهذه الحالة اللي هي شارف اجد فوريفيس واللي هو بها دامتر 55 موجود موجود ايضا ايضا اضا 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 بشي ريد بهذه الحالة يعني اللي غيقول ايضا اضا 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 اض ممكن انها كتابة القانون اللي هو كيو ساوي .0851A لأريا في CV اللي معظلينا انتم معظلينا ايضا موجود بأدكم بالثيرمو ديناميك وموجود أدكم بالهيت راسفير في الروت تلتا برشار ديفايد باي الاس جي اللي هو سبيسيفي غرافي سبيسيفي غرافي مقاط بالسؤال المقاط بالسؤال المقاط بالسؤال السبيسيفي غرافية هي .850H أيضا هذه تحفظونها اذا اعطيت اعطيت اذا لم اعطيت فانتم لازم حافظينها لازم تحفظوها اذا صارت تحريرية قد تكون مو الكترونية الالكترونية ممكن ترجع انت إلى المصدر ما تفتح وتفتح وتشوف الحق لكن اذا صارت الاتحانات تحريرية لا بد أن تكون معرفة مسبقة انه specific انه cd is the capacity coefficient لي 7.8 for the sharp-edged orifice c 7.6 for a square-edged orifice الناس sharp اذا عطق square يكون 0.6 area is the area of the orifice opening in millimetre cube squared ap is the pressure drop across the orifice and sg is the specific gravity of the following fluid which is equal to 0.9 هي معطاة يعني هذه المعطاة الثانية هي معطاة في السؤال يعني هذه لا معطاة للسؤال تستخدم كيستخدم رمز مكان او تفرق لانه لابد ان تكون يعني مو تنحقم على الشغلة مو تحفظ الا في حالة يكون معطاة بالسؤال وممكن يحفظها لبعض السواال لليل يرغب لذلك لكن غير مطالبين احتم بها الاريا orifice equal pi pi 4 يعني هاي الاريا الدائرية في d diameter orifice squared pi pi 4 55 squared ويساوي 2376 mm squared الكيوب in liter per minute equal point 085 into 2376 into point 8 root 300 pi point ويساوي 2953 point 3 liter per minute ويساوي 0.04 92 m3 per second بقية الامثلة يعني التقديق مباشر لا تحتاج يعني احنا فقط المثال الاخير الذي هو نصورنا بارسة شوية ببعض الطائرات على عموم اي اشكال انتم متواصل عني راح تكون المحاضرة القادمة ان شاء الله اتحانكم يعني الاسبوع القادم اتحانكم يعني احتمال احتمال اسبوع المظلحك ينبق المحاضرتين فقط فواهم الاسبوع راح تكون ماتحان الشهر الثاني وهو ضروري بسعيات لديكم ننتقل الى 0.7 بي نوع من الافكار example 0.7 المثال السادم المثال 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 خصاص الموجودة المثال 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 خطة المثال 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 موم على الرسم مع السؤال اللي وبيها موجودة هذا هو البمب يظهر من عند الكيون ويقلع والكيون فلو رايح الى اخرى وهذا هو الموتور بيد التبراشر موجود P3 و P4 اخرى وعدنا موجود الصمام وهذا الصمام بهذا التحكيب يظهر موجودة الأورفيس هنا تؤدي الى الجريان هي نفسها هنا بها جريان و بها مقدار فالأورفيس يمر عن طريقة الجريان السائل الذي يمر الى الموتور الحال الوضع لفجورة 1.17 فلو فروم بوضع الجريان يعني الجريان بالنسبة الى الموتور يقسم الى قسمية وقسم يذهب الى الصمام وقسم يذهب الى الصمام وقسم يذهب الى الصمام P1 و K2 السائل تحكيب الى الصمام الباب لتحكيب الى الصمام لتحكيب الى الصمام هذا يجعل الوحيد لتحرك الوحيدة ضد فرصة F الوحيدة الأورفية ثم تستخدم الوحيدة لتحرك الوحيدة لن نتعرف الوحيدة المتغيرات لتحرك الوحيدة المتغيرات لتحرك الوحيدة المتغيرات 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 المتغ وارئة 1.125 مقصومة أيضاً بزرعة 1 ميجا فتكون مضربة في 10.26 مقصومة فتكون الديل مقصومة على 100 تكعيد ممتر كيلوغيب لكل ريولوشن والتورك 60 متن ممتر الآن 350 ريولوشن هو 840 كيلوغرام ممتر كيلوغيب قدية 145 30 إلى 1000 نوطن ممتر كيلوغرام ممتر ولتكون مغافية 96% والميكانيكا ما تلتشين سينا ينتسفين كرسين والبرشور فور بيكون 1 ميكا باسكا 1000-1000 والثياتا 2-2π-350-60 تساوي 36.652 ميكا باسكين نبدأ بالبداية في حساب الـ القرآن الـ القرآن الـ قد تقوم بسيطة أساسية الـ قد تقوم بسيطة أساسية ومقسم بسيطة أساسية على الموضوع التساوي على الـ كيو تساوي الإزاحة في البيت ونقسم على الوليومات الإكفيشانسي حتى نستخرج الكيو الحقيقية الأكتشوى فيكون الناتج مالتها بعد إتمال العملية الحساوي ساوي بيان أربعة بالعفرة او 2.4 P1 into 10 to minus 4 meter cube per second pressure drop across motor كيو تساوي P3 minus P4 قد يكون تنة احنا الموتر هنا يكون across pressure اللي هو على المقدار معاته P3 والP4 يكون اضرب مع الpressure معاته او 2.4 P2 plus P4 يكون اضافة إلى pressure 4 تنقل على pressure 3 وpressure مع موتر موجود اللي هو وان ميا قد 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 نهايه 1.072 to 1027 باسكال also flow through orifice flow from motor side is given by واصدة تعالى القانون اللي هو الكيف تشاوي CD A0 goes by 2 divided by 840 into deltaB اللي هي P2-P1 طلعة ال Q1 نحصل من أده على P2 الـ Q2 موجودة ونحصل من أده على P2 اللي هي 1.163 into 10-7 باسكال also flow through orifice from outside is given by q2, cd, id root 2 by 840 into delta p2 to 3 is given by q2, cd, id root 2 by 8.688 into 10 to minus 6 square or 8.688 mm square و ال-ad أيضا، هذا القانون بالها، بهذا السبب، احنا، اخذنا هذا المثال، لأنه من القوانين الأظافية فهذا أيضا قانوني، باكون يعني AB يساوي H-XXW ال-X يساوي H-W-AB يساوي 8.499x10-4 الآن سأخذنا بالمزادة البالنس مالفوز الهو توازن القوى علاقين انتم بstatic with dynamic ايضا يكون البرشور 1 في الاريا يساوي البرشور 2 في الاريا فلاص كي اكس اللي هي قوة السجرينج زائد ان اف القوة التي تتعرض لها المعافية ايضا قانونها بالنسبة لهذا النوع ثابت فبعد التعويض راح يطلع الار تساوي 3 10 2 0.4 نوتين يساوي البرشور 1 اريا لانه في النهاية توازن قوة معرفة الى قوة من هذا الجهر اللي هو قوة الاريفيس وهذه قوة الاحتكاك زادا القوة الاضافية هنا البرشور 2 في الاريا التعرفها الى النقط اخر توجد اسئلة نظرية وقرارات موجودة حلولها ايضا يعني لمساعدة لكم والاسئلة النظرية لمساعدة لكم وقرارات موجودة وقرارات موجودة وقرارات موجودة